أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بأن علاقات مملكة البحرين والمملكة المتحدة المتميزة تستمد قوتها من التاريخ الكبير الممتد بين البلدين والشعبين الصديقين التي أولتها المملكتان الاهتمام الكبير لتطويرهما بما يواصل تعزيز أسلس الشراكة الاستراتيجية والتعاون التنائي على كافة العصائد وأشار سموه لدى لقائه بحضور النجلة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة بقصر القضيبية اليوم سعادت السيد سايمون مارتن سفير المملكة المتحدة لدى البحرين إلى مدى اهتمام البلدين في توطيد العلاقات المتميزة منوها بدور السفير في تحقيق كل ما من شأنه الدفع بهذه العلاقات لمزيد من التطور والنماء الذي ينشده البلدان وخلال اللقاء استعرض سموه مجمل الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وما تمر به المنطقة من تحديات تستوجب تكاتف المجتمع الدولي لمواجهتها مشيدا سموه بالمساعي التي تقوم بها المملكة المتحدة إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق كل ما من شأنه استثباب الأمن والاستقرار في المنطقة من جانبي أكد سفير البريطاني على علاقات البحرين وبريطانيا المتميزة في مختلف المجالات مشيدا بما يليه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من دعم واهتمام بتعزيز علاقات البلدين الصديقين ترجمة نانسي قنقر